طيب خلينا نروح معك للأهلي والترجي وبداية أنا أسمع تقديمك على مواجهة الأولى اللي حصلت في رادس نتيجة 0-0 بتشوفها إزاي؟ تشوف أداء الأهلي ومواجهته للترجي؟ هي هذه المباراة مباراة خطاطية من الدرجة الأولى تاكتك فيها والاتنين مدربين اشتغلوا وادمخهم في الملعب ما اشتغلوش إنهم فرقة عايزة تكسب والفرقة أنا بلعب في ملعبي وإن أنا لازم أروح لازم أكسب اللي في ملعبي وكده كل خطوة لعب في الملعب وكل أداء وكل تغييرة وكل تشكيل كانت بتتحسب بالورقة والألم إن هو الاتنين مدربين يعني تقول مش هننجل الأهلي طب هو التاني مثلا أنا التاني يوم الماتش كابت فاتحة قلت إن الاتنين مدربين سواء كاردوزو أو كولر الاتنين رفضوا المغامرة يعني الاتنين لاعبوا على كل حاجة محسوبة يعني أنا أقول لك إيه أنا مثلا كنادي أهلي مش عايز يخش في أجوال مش عايز أخسر عايز أعدي المباراة كده هم في مدرب الترجي مش عايز النادي الأهلي يسجل هدف لأنه حيسجل حيتعبه فيقول لك إن أنا حافظ إن ما يخشش في أهداف فأصبحت زي حلقة الملاكمة مع بعض أو زي الشاترانج بيلعبوا بعض زي الشاترانج في المباراة لغة ما كملت المباراة للآخر الناس كتير كان بتقول لا أهدا إحنا كنا نكس أيوة كنت بتقول الكلام بعد الماتش مخلص لكن حساب المباراة في وقتها كل لعبة وكل تغييرة وكل تمريرة وكل ترئيسة وكل تزديدة لا حساب تخليك قدام أو تأخرك ترجع أنت مثلا خسراء الواحد ولا اتنين وطول ما أنا هعوض وكده فأصبحت الحزبة كده ما حسيتش وأنت متفاجع على الماتشة كابتن فاتحي ما حسيتش إنه في لحظة من اللحظات إنه الجن ده يستحق المغامرة ما حسيتش إنه الوقت ده مناسب إذا أنا غير متاكتك بتاعي يعني هم لعبوها صح وما لعبوش أمار لو أنت حتى تقامر ممكن تتعاملها يعني واحد يعني على الأعداء خلاص روح وكده لا لكن كان في حاجات ممكن تحللنا المشكلة تحللنا المغامرة مش إن أنا غير التكتب من اللعيبة نفسها لو وجدت اللعيبة اللي قادرين هم كمان ما عملهاش الحل المشكلة اللي إحنا كنا فيدي بتاع الماتش ده أنا كنت بقول اللي حيجيب جول لازم يسدد كرة من لعب جماعي ووصول للمرمى وكده صعب مع فرقة بتلعبك تاكتك تاكتك يعني مخططالك وقفالك وعارفة تقفلوا كده الحاجة الوحيدة اللي ما يقدرواش يقفلوها وما يقدرواش عليها إن العيب مثلا كان إمام شوط شوطة شوطين يعني حتى الشوطة الوحدة اللي مشيت وبتاع الشاحات الوحدة اللي مشيت ها جنب القايم لا إحنا لو ثلاثة أربعة هدي جوال هم نفس الحكاية يعني هو ده حل مشاكل الفرق مش المتكتلة هم مش متكتلين بالطريقة اللي إحنا بنشوفها صحيح ولا إحنا كنا متكتلين إحنا بنلعب كرة ملتزمة في التزام دفاعي التزام للواجبات الدفاعية بتاعت كل لعب عارف دوره إيه لما يكون معاك كرة ولما كرة مع الخصم إحنا هتحرك إزاي إحنا من رأس الحربة بندافع مش بندافع يعني عليه واجب يعني لو نشوف واجباته الدفاعية يمكن أكتر من الهجومية أو المطلوب منه دفاعيا هو هو يعني هل نجح فإن نجح ده كان بهجري جاري يعني ما نقدرش نقول يعني أقول إيه لو جات له الفرصة بتجي له بقى فلتات إن فيه كرة عايزة التوفيق يلعبها ويهجري أو الحاجات دي كده فما حصلتش لا هنا ولا هنا ترجمة نانسي قنقر